السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده هنعرف مع بعض إيه هي أفضل بداية لجوجل أدسنز لو أنت عندك موقع إلكتروني أو مدونة إلكترونية وحابب أنك تضيف إعلانات بديلة لجوجل أدسنز عشان تقدر تربح منها فإحنا النهاردة نتكلم على جوجل ADX هو شبيه لجوجل أدسنز بالزبط بس فيه اختلافات بسيطة وهتجاوب كل الأسئلة اللي بتدور في دماغك في ناس كتير قوي خايفة تخذ التجربة مع ADX وتسيب جوجل أدسنز في تندم لكن أنا هجاوب كل الأسئلة برضو دي اللي في بماغك طيب تعال بيك هنا بأول سؤال إيه الأفضل ADX ولا جوجل أدسنز خلي بالك ده بيعتمد على الألف ظهور للإعلان يعني ADX بيعتمد على كل ألف ظهور هو بيحسبك عليها أما جوجل أدسنز بيعتمد على سعر النقرة لكن مؤخرا برضو بدأ يعتمد حتة اللي هي ألف ظهور للإعلان المفروض علي أن أنا أروح لـ ADX ولا أروح لأدسنز إنت لو زيارات موقعك كبيرة قوي يعني بتعديل خمسين ألف زيارة على طول ما تفكرش روح على ADX هتقدر تكسب أرباح وكمان تعتمد حاجات كده يعني قوانين بتاع ADX سهلة جدا ومبسطة غير أدسنز على عكس أدسنز الزيارات بتاعتك لو هي ممكن ألف زيارة في اليوم ألفين زيارة في اليوم عادي ممكن تقبل على حسب برضو الشروط والنهج اللي انت ممشي عليه موقع بتاعك والزيارات والنقرات داخل الموقع بتاعك طيب دلوقتي أروح برضو الـ ADX ولا أدسنز وإيه اللي هي مميزات الاثنين المميزات في الاثنين إن هما بيعرضوا من نفس الإعلانات عادي جدا لكن الفرق بين ADX وجوجل أدسنز أدسنز بيعتمد على الشبكات الإعلانية أما ADX بيعتمد على برصة إعلانية فاللي بالك كده قبل ما نبدأ شرحنا حابب أقولك انضم للجروب اللي سبهولك فيه الرابط الموجود في التعليقات أو وصف جروب الفيسبوك لخبراء جوجل ADX بارتونر أو جوجل أدسنز وكمان تتلاقي فيها خبراء عن الـ SEO طب أنا زيارات الموقع بتاعي بيتجلي من الدول العربية لا خليك في جوجل أدسنز زي من أنت لأن ADX بيحب الزيارات الأجنبية طول ما الترافيك بيجي أجنبي وبيجي من الدول الأوروبية على طول بتلاقي أرباح بتاعتك تعلق معاك وتعلق كمان في سعر الألف ظهور على عكس جوجل أدسنز لو أنت في الدول العربية هو بيعتمد على سعر النقرة في بعض الدول العربية بتبقى النقرات بتاعتها ممتازة جدا طيب تعالوا بنا كدنا نشوف إزاي نقدر ننشئ حساب على منصة جوجل أدسنز بتاعك مفيش في أي عيوب أو أي مشاكل وبرضو بتلاقي حالة الإعلان جاهز وحالة ADX جاهز طيب عفواً حالة Add Text فأنا دلوقتي هنشئ حساب على منصة ADX كل عليك بس بتكتب هنا على جوجل أدسنز بتخش تزور الرابط اللي موجود في التعليقات أو الوصف على طول الرابط ده هيفيدك برضو معلومات أكتر أنا ما قلتهاش في الفيديو على ADX دلوقتي بتروح عندك على جوجل أد منجر هي برضو نفس ADX عادي جدا اضغط عليها ضغطة كده وبعد كده بتضغط عندك على كلمة Get Started زي ما انت شايف اضغط عليها وبعد كده بتختار أول حاجة هبقول لك هنا هل انت بتستخدم ADX أو هتستخدمه على شام ترفع عليه طبيق ولا موقع إلكتروني يفضل انك طبعا تختار موقع إلكتروني بعد كده بتضغط عندك على كلمة Continue ومن هنا بتختار البلوجز بتاعك هنا مثلا بختار المحتوى بتاعتك أو الكنتاكت بتاعك فانت تختار مثلا البلوجز وبعد كده بتروح عندك على اختيار الموقع بتاعك طبعا بختار هنا في أفريقيا بعد كده بختار عندي فوق هنا أخرى معلش أول حاجة بختار بقول لك عدد الزيارات بتاعتك مثلا من صفر المليون زيارة هنا بيقول لك أنت تبحث عن أي فلوانج فوتشار دلوقتي أنا هختار مثلا عندي في الويب سايت بتكلم على الويب سايت والموبايل ويبز وكمان موبايل أب والفيديو والجيمز دلوقتي بنزل تحت كده شوية بروح عندي برضو على تحديد أفريقيا وبقول لي برضو أنت بتسأل سؤال هنا بيسألك سؤال وده مهم جدا هنا بيقول لك select answer أنت بقول لك عندك حساب على جوجل أدسنز ولا لأ قل له آه أنا ريدي عندي حساب على جوجل أدسنز والمهم يكون عندك حساب على جوجل أدسنز لو أنت ما عندك شي حساب قل له no يعني اضغط هنا وقل له no ما عنديش أي حساب وهو على طول بيحاولك أنك تنشئ حساب على جوجل أدسنز خلي بالك بقى بتقول له هنا yes وبعد كده بتغطى عندك على كلمة save and continue وبعد كده بتختار عندك sign up for ad manager طبعا ال ad manager هو نفسه ال adx يعني ما فيش فيه أي اختلاف خالص فانت بس كل اللي عليك منك بتعمل sign up وبعد كده بيحولك على الصفحة اللي قدامك دي طبعا بتعمل علامتين صح وده بيبعث لك مثلا رسائل خاصة بالموقع مثلا بيتكلم على ممارسات في زيادة الأرباح أو ممارسات في زيادة المحتوى بتاعك طيب دلوقتي هنا بتختار الدولة بتاعتك أنا اختار هنا الدولة بتاعتي على سبيل المثال ان انا هاختار ايجيبت طبعا في اي دولة تانية اختار الدولة بتاعتك هنا بيقول لي العملة بيختارها بايه يفضل انك تختارها بالدولار الأمريكي لأن اي تعاملات من مجال الربح من الانترنت يفضل استخدامها بالدولار الأمريكي علشان ما يحصل لكش اي مشاكل كده كده بقى انت بتنشئ حساب في البنك ويتحول من دولار لجنيه او بيتحول من دولار لريال خلي بالك كده اختارت هنا دولار الامريكي زي ما انت شايف وبتوافق على الشروط والاحكام طبعا حابب تقرأها تقرأها من خلال جوجل يعني تكتب شروط وسياسات جوجل اي دي اكس ويفضل انك تقرأها علشان تفهم ال اي دي اكس ده بيطلب منك ايه علشان ما تغلطش اي غلطة والحساب بتاعك يتقفل لكن ما تقلقش بقى من حتة القفل الحساب وتقييد الاعلانات ده على عكس جوجل ادسنز مفيش الكلام ده هنا خالص اضغب بس عندك على كلمة سيف ومبروك كده انت انشأت حساب على منصة اي دي اكس طبعا لو انت حابب دعوات من اي دي اكس ممكن تكتبلي في التعليقات ممكن ابعت لك دعوة لو انا دلوقتي يعني فاضي في الايام دي ممكن ابعت لك دعوة عادي جدا دلوقتي بقولك هنا انت بتحدد بقى الاعلانات بتاعتك وبتضيف الوحدات الاعلانية قوله هنا نكست وبعد كده جوت ادد دلوقتي بروح عندي على عندك هنا كلمة دي لبري دي الاردرات الخاصة بالاعلانات مفيش فيها دلوقتي اي حاجة لانا ما ضفتش اي موقع دلوقتي لكن خلي بالك على نقطة كده اقولها لك فاكر لما رحنا عندنا على جوجل ادسنز وتلاقيت حالة الاعلان جاهز وتلاقي الموقع بتاعك جاهز في الاعلانات ممكن برضو لما تيجي تروح عندك على ال اي دي اكس بتروح عندك على هنا ممكن دي الوحدات الاعلانية تمام اديوناتس دي الوحدات الاعلانية اللي هي الشفارات الاعلانية في جوجل ادسنز برضو عندك كمان حاجة اسمها السايتس وخلي بالك بالنقطة دي اللي هي المواقع او المنصات دلوقتي انا بروح عندي على السايت هتلاقي الموقع بتاعك متضاف في جوجل ادس اجوجل اي دي اكس بشكل تلقائي يعني زي ما انت شايف كده ادي جوجل ادسنز هنا هو برضو بتضيف هنا جوجل ادي اكس سبيل الاتنين عادي جدا وتقول انت بس رايح عندك على الوحدة الاعلانية وبتبدأ تضيف الوحدات الاعلانية على سبيل المثال ان انا هاختار هنا عندي نيو اديونت اللي هي اختيار واحدة اعلانية جديدة طبعا هنا اسمها توب ليبل تمام تكتب اسم الوحدة الاعلانية بتكتب الكود الخاص بيها بتكتب وصف الوحدة الاعلانية حجم الوحدة الاعلانية طبعا بتختار احجام عندك احجام كبيرة وصغيرة واحجام خاصة بالتليفون واحجام خاصة بالكمبيوتر وكمان بتختار عدد ظهور الاعلانات او عدد ظهور الاعلانات في الصفحة بتاعتك طبعا بتختار هنا اللي هو سيت ليبل وبعد كده بتختار مثلا ان كل كم دقيقة بيظهر اعلان دي الزائر زي بالزبط ما انت بتستخدم جوجل ادسنز انت بتستخدم اي دي اكس لو انت حبيب ان انا اشرح الحاجات دي بتفاصيل اكتر برضو اكتبلي في التعليقات لكن الموضوع مش محتاج ان انا اشرح بتفاصيل اكتر ان الموضوع ابسط من كده بكتير لو انت مش فهم حاجة ممكن تحول باللغة العربية عادي جدا علشان في ناس بتتضايق لما اجي اشرح باللغة الانجليزية طبعا هنا يقولك الموضوع وهنا الجائزة ممكن تختار مثلا يفضل انك تختار اربعة او خمسة ما تزودش عن كده انت مثلا اختار هنا اربعة وبعد كده بتنزل تحت كده يقولك معدل التحديسات كل ستين مثلا ثانية او تلاتين لمية عشرين ثانية اختار برضو معدل التحديسات لكل ستين ثانية للزائر على طول بيزهر له اعلان جديد في الموقع بتاعك طبعا ممكن تكرر الموقع التخطير الترددي لا ما تختارهاش خالص تمام بترجع تاني باللغة بتاعتك كده الانجليزية وبعد كده عندك بتلغط عندك على كلمة سيف وبيبدأ يظهر لك الواحدة الاعلانية بتاعك طبعا انا كده ما لقت قدامك كل البيانات الخاصة باقي الاعلان الواحدات الاعلانية كتبت الاسم والكود وكمان كتبت برضو الوصف للكود وكمان اخترت الواحدة الاعلانية بتاعتي يفضل ان انا استخدمها الواحدة الاعلانية لقدامي دي ممكن تختار اي واحدة اعلانية تانية برضو على حسب رغبتك انت ممكن اختار مثلا في اللي هو الهيدر كبير او بتختار مثلا اعلان على شكل مربع بعد كده بتنزل تحت وتقوله هنا سيف طيب دلوقتي انا عايز ان شفرة الاعلانية اجيبها منين كل اللي عليك بس بتروح عندك على اديون التاني وبعد كده بتروح عندك على اختيار اللي هو اسم الاعلان اللي انت كتبته انا كتبته باسم اعلان هيدر تمام بعد كده بضغط عليها دغطة واروح عندي على التاجز وبعد كده بختار عمدي سيلكت تاجز وبختار هنا جوجل ببلشار تاج تمام بعد كده بختار هنا كنتينيو وبتنزل تحت اولو هنا كنتينيو وبعد كده بيزهر لك بقى الشفرة الاعلانية ديت حطها بقى في الهيدر وعندك هنا دي في البادي عايز تعمل قابي هنا وكابي هنا وبرضو بتروح عندك على الورد بريس او بتروح عندك على بلوجر وتضيف الشفرة الإعلانية وبالتالي برضو هيظهر لك الإحصاءات داخل الموقع بتاعك هنا لكن هتظهر لك بعد 48 ساعة من إنشاء الحساب على ADX طبعا ده كل شرحنا كنا بنتكلم عنها طريقة إنشاء حساب على ADX بديل لجوجل أدسنز لو أنت حتك أي حاجة تقدر تتوصل معي في التعليقات وأنا هرد عليك إن شاء الله دمتم بخير مع السلامة